تعمل درايفرز أو تعمل متحكمات سواء كان في النظام الهايبريد اللي هو الهاجين شرحنا في أول محاضرة أنه فيه عربيات هايبريد بيبقى المطور الرئيسي فيها اللي هو البنزين وبتبدل على مطور الكهرباء واخدنا البلاج إن اللي هي هايبريد فيكل اللي هي بتتشحن وفيه واحدة ما بتتشحنش اللي كانت في الأول كان الأساس بتاعها الديزل وبتبدل على الكهرباء لو خلصت الديزل يعني ايه تدي لك كذا كيلو مثلا تمشي وبعد كده بيقيت اللي بتتشحن بيقى المطور الكهرباء هو الأساس وبعد كده الديزل بيقى جزء يعني اللي بيشتغل في الأول الكهرباء بعد كده لو خلصت يشتغل البنزين وبعد كده روح نختارنا بقى أو دخلنا في الباتري الالكتريك فيكل أو البطاريات الكهربية بالبطاريات فقط وما فيهاش أي مطور ديزل فباركر دي من أحد الشركات المتخصصة في الموبيلتي أو الموبيلتي درايفر بالذات فعنده هنا لو فولتج موبايل درايف لو فولتج موبايل يعني حاجات بيشتغل على لو فولتج الفولتج بتاعها صغير وفيه حاجات بيسموها طبعا مي سي درايف ده اس الخاص بيهم هم المهم انها بتشتغل لو فولتج وفيه فولتج رينج موبايلتي درايف دي بتشتغل على فولتات أعلى شوية يبقى حسب الجهود انت هتبدأ تختار طبعا كل واحده يدي لك overview عنها نظرة عامة عنها والproduct details التفاصيل بتاعت المنتج واللي هم منه أنا كمهندس أو فني التكنيكال داتا البيعينات الفنية أو التقنية بتاعتها وبعد كده الcontroller ده dimensions بتاعته دوله وعرضه وارتفاعه ولو أنا عايز أطلب من الشركة دي من باركر لازم أطلب ما أقولهش عايز controller low voltage لا أنا بدخل دلوقتي أشوف الcontroller رقمه كام الorder code بتاعه كام وهو ده اللي أنا ايه بطلب بي طبعا عندهم global vehicle motor بيبيعوا مواتير أصلا يعني هم بيبيعوا الcontroller متخصصين في الcontroller وبيعوا مواتير سواء كانت اهو low voltage induction خدناها induction IM على طول هتلاقي في كل الحاجات induction motor تعاوا بيشتخدموا الcontroller اللي هتبقى بيسموها electro hydraulic pump اللي هي زي lifting أو الرافع اللي شفناها بأول صد دي بيسموها electro hydraulic pump في مطخات شغالها هيدروليكيا وفيه controller حاجات دي على فكرة الشغل فيها مربح جدا لانه محدش أصلا بيفهم فيها كتير والشركات اللي بتفهم فيها مسيطرة عليها فانت لو بدخلت في القصة دي شوية هتلاقي نفسك بتكسب منها كتير جدا المهم ان الكونترولر بيدي لك description عن الكونترولر هو في الأخير بيدخل لك جاك كده أو واصلة بيتدخلها انت على الموتور وتبدأ تدخل على technical specification بتاعتوه يعني مثلا الموتور طيب AC induction motor PM خط حفظنا مئة مرة permanent magnet يعني دائم المغناطة AC motor النومنال voltage الجهد اللي هيدخل بقى من البطارية من 24 لحد 96V DC الماكسيمم تمام 2 minimum current أو mini current اللي هو الRMS current كام والباور كام كيلو فولت أمبير واحنا قلنا يا إما بالكيلو فولت أمبير يا بالكيلو وات لو مواتير تبقى مثلا ممكن تدخل معنا بالحصان أما طبعا الانفيرتر يبقى بالكيلو وات أو بالكيلو فولت أمبير وخدناها الاس بتساوي بي كوزين فاي اللي بتاعت باور فاكتور خدناها في أول محاضرة التردد اللي بيشتغل عليه 10 كيلو هيرتس ده switching frequency اللي هو اللي جو دائرة الكنترولر لو أنت بقى دخلت في الموسفت والIGBT الحاجات دي بيبقى فيها حاجة بيسموها switching frequency إن أنا أعمل ON-OFF في دواير الباور كنترول أو الباور إلكترونيكس بيسموها بيستخدم 10 كيلو هيرتس ده مش التردد اللي احنا بيشتغل عليه هنا بتاع السعودية 50 و60 والكلام ده الـ operating temperature دي من أخطر الحاجات لأن معظم المشاكل بتحصل في الدول الحارة بالذات من النقطة دي لازم تختار controller يتناسب مع الدول الحارة يكون دخل لحد خمسين درجة لو لستين يبقى حل يعني درجة الحرارة هنا في الرياض ساعات بتوصل خمسين مثلا أو بتوصل تمانية واربعين أو ممكن تزيد في بعض الأماكن كمام فمهم جدا إن انت تعرف الـ operating دي دي المهمة الـ storage temperature اللي هي درجة حرارة التخزين مش بتفرق معاه أولا إن أنا مش هخزن لفترات طويلة يعني الـ protection ديك ساعتك عرفت من شوية الـ IP65 index protection الرقم الأولاني اللي هو ستة ده أعلى درجة حماية موجودة في الأجسام الصلبة خمسة دي مش أعلى درجة حماية في السوائل تمام لا ده ممكن لو اتغمر بالمية على مثلا 5 سنتي يدخل فيه مية بس هو لو جات عليه مية مش هتأثر بس لو اتغمر كلية ممكن يتأثر الـ control type اللي أنا هتحكم بالـ controller ده هتحكم فيه هتحكم في السرعة بتاعة الموتور والعزم وهو بيقول انت بتتحكم في الـ speed وبتتحكم في الـ torque العزم أقدر زود العزم أقل للعزم أقدر زود السرعة أزود السرعة الفيدباك اللي هو بقى من من الموتور يدي الـ controller أوامر دي بقى اللي ايه حتة المفروض technical أو شوية يعني اللي هي بيسموها الـ encoder بتدخل بقى حتة التكويت الناس تعرف حاجة بيسموها انكودر وديكودر ولذلك الجزء بتاع الـ controller ده فيه علم كتير مرتبط بإلكترونيات يعني لازم واحد دارس الإنكودر المشفر والديكودر اللي هو فاك الشافرة كمام؟ فده اللي بيسموه الـ feedback او التغذية العكسية بقى من الموتور لهذا الـ controller بتشتغل بنظام انكودر بيسموه سين على كوزين او بيسموه بم اي سي ده نوع من انواع الـ controller الـ communication الـ الاتصال قلنا يا اما RS-232 او الـ 485 معظم زي بتاعت الواصلة بتاعت الطابعة دي الـ 485 او الـ CAN communication area network كمام؟ دي انواع الواصلات اللي انت ايه تقدر توصل لابتوب تبرمج من شاشة وهكذا الـ cooling air cool شايفة هو بتتبرد بهوى الهوى يا اما بتتبرد بزعانف تمام؟ هتلاحظ هنا الجسم بتاعها شايف عمينه ازاي ميول ومش عارف ايه او بيبقى فيها مروح من جوا او في تصميمات بيبقى شكلها بتتبرد بشكل الزعانف ده الميول بتاعتها وجواها برضو مروحة عشان زيادة التبريد الـ certifications او الشهادات اللي اخداها دي بقى فيه شهادات حسب حسب الـ safety وشهادات الـ international electrical code اللي هو الكود الدولي للكهرباء وهكذا الـ output frequency التردد اللي بيطلع من الجزء ده عشان يشتغل على الموتير هو 300 هرتز AC induction اللي هو بيدخل على الـ permanent magnet AC motor فهو الدالك specs لواحد هيبدأ يقول لك والله في عندي الـ connections للأطراف اللي هوصلها على الموتور شايف التلات مقاط دول هم اللي هتجيبوا وصلة كده ويدخلوا على الموتور وهتجيب هنا الوصلتين الموجب والسالب بتاع البطارية ودي مسامير تثبيت وده الـ automotive rated Tico او connector عشان تقدر تبرمج به او الجزء بتاع نقل الـ data او البرمجن بعد ما انت وصلت بقى هتدخل على شاشة كده عاملة زي شاشة الـ windows دي هتدخل لها ازاي لما ده اصلا انا اصلا ما عنديش شاشة فيه فينفع من خلال الوصلات اللي هي RS-485 او الكان اللي احنا قلنا عليه هتروح موصل بكابل وتوصلها على لابتوب وتقدر تعمل configuration تمام او تكوين واعداد لان انت ممكن الـ controller ده يشتغل على عشر مواتير مثلا فلازم تديله لازم تديله البرمجة بتاعته الـ software عشان يقدر يتناسب مع الموتور اللي انت اخترته عشان تشتغل عليه جايب لك هو الـ data هي الموتور كنترول والسويتشينج فريكنسي والـ output power فريكنسي وان انا الـ RMS output our current الـ ampere عايزه يطلع كام تقدر انت تبرمج حسب الـ data sheet بتاعت هذا الـ controller واحنا شوفنا بعد كده يديني الـ dimensions طوله عرض الارتفاع والكلام ده والـ order ان انت لما تيجي تطلب تطلب بقى بنفس القصة دي واحد اتنين ثلاثة وبعد كده تسيب مسافة اربعة تسيب مسافة خمسة ستة تعمل ايه بقى order example لو قلتلك انا عايز اطلب الـ order MCC وبعد كده زيرو اربعة زيرو اربعة خمسين زيرو واحد زيرو زيرو دي معناها ايه واحد الـ inverter family يعني الـ inverter ده بيشتغل على mobile inverter اللي هو خاص بالسيارات الكهربية mobile inverter او خاص بالجزء الموتير الكهرباء موبايل تمام طيب اتنين دي اللي هي واخده كود سي سي معناها low voltage احنا قلنا ان ده inverter من اللو فولتج وفي حاجات بيشتغل على high voltage طيب اللو فولتج من كام لكام من اربعة وعشرين لحد ستة وتسعين فده سي وبعد كده السي التانية دي اللي هي رقم تلاتة ده frame size اللي هو الحجم بتاعه طوله عرضه وارتفاع من الـ size بتاع الـ MC series يعني الـ MCC الـ MC series دي اتلاقيها مثلا ايه نفس الحجم ده اهو طوله عرضه وارتفاع اسمه C فممكن تلاقي واحد تاني بس high voltage بنفس السيريا طيب الـ operating voltage انت بتقول من اربعة وعشرين لحد ستة وتسعين اهو بيدي لك كل حاجة انت لما بتجي تبرمج عايز تشغل على 24 volt DC اللي دخلك من البطارية هتكتب زيرو اتنين لو عايز مش عارف تبرمج على تمانية واربعين تكتب زيرو اربعة وهكذا الـ peak current اللي هو اعلى قيمة امبير كام كام امبير تمام با كده الـ branding تمام اللي هو باركر طبعا النوع زيرو واحد دي هتلاقي زيرو واحد على طول و special option لو انت عندك نوع معين من المواتير والكلام ده بيكتبها لك لو special لو مواتير عادية خلاص الفول فولتج رينج بقى اللي هو ده هتلاحظ هنا انه من الفولتج وصل لحد كام كان ستة وتسعين بـ 800 فولت يعني الكنترولر ده ينفع لحد يعني هناك بعد ستة وتسعين عايز مثلا جهد مية ما ينفعش اللي هناك متين تلتمية ما ينفعش بس اختلف بس الفكرة في قيمة الجهد اللي يقدر الكنترولر ده يتحكم فيها وقيمة الـ switching frequency اختلفت هتلاقي المكونات مختلفة هيدي لك نفس الكلام ابعاده طول وعرضه وارتفاع ووزنه والنقاط اللي هتوصل عليها البطارية والنقاط اللي هتوصل عليها الموتور والنقاط اللي هتوصل عليها الـ configuration او اللي هتوصلها باللاب توب عشان تقدر تعمل الـ configuration ولما تيجي تطلب برضو بتعمل order code نفس اللي شرحته هو 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 ببيع بقى global vehicle motor ان انا ابيع مواتير تتناسب مع يعني هو ببيع الـ controller ده شغله الاساسي وبيبيع مواتير زي low voltage induction motor ببيع الموتور ده تقدر انت تعمل له configuration على الـ controller بتاعه فالشركة